صلاة الجنازة نبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإذا مات غمضت عيناه وغطي بثوب وعجل بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ومن تكريم الإسلام للإنسان حتى بعد موته أن جعل من فروض الكفايات تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه وينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل أمين عارف بأحكام الغسل كما يقدم في التغسيل من أوصى له الميت ثم الأقرب فالأقرب إذا كان عارفا بأحكام الغسل وإلا قدم غيره ممن هو عالم بذلك ومن الأمور التي نبه العلماء عليها أن يغسل الرجل الرجال وتغسل المرأة النساء ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان من أقرب الأقربين لكن الشهداء الذين ماتوا في القتال في سبيل الله لهم أحكام خاصة فهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم بل يدفنون بثيابهم يلقون الله تعالى بحالتهم هذه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا وإذا بلغ السقط الذي نزل من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا وأن يغسل في مكان مستور ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت وصفة الغسل أن يوضع الميت على سرير غسله ثم تستر عورته ثم يجرد من ثيابه ويوارى عن العيون في حجرة أو نحوها ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة حال التغسيل ويرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره ثم ينظف القبل والدبر فيغسل ما عليهما من نجاسة ثم ينم الغسل ويسمي الله ليقوم بعدها بتوضيء الميت كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأمف ويغسل رأس الميت ولحيته بماء السدر أو الصابون ونحوه ويغسل الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر ثم يكمل غسل باقي الجسم ويستحب أن يجعل في الغسلة الآخرة كافورا ثم ينشف الميت كما يضفر شعر المرأة ويجعل من ورائها وللعلماء عدد من التنبيهات في الغسل منها أن الواجب يتمثل في غسلة واحدة إذا حصل بها التنظيف لكن يستحب أن يكون الغسل ثلاثة وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان الجسم مقطعا بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب أما المغسل فيستحب له أن يغتسل بعد الانتهاء من تغسيل الميت وبعد الغسل تأتي مرحلة التكفين حيث يوضع الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لا يصف البشرة ساتر لجميع بدنه لكن بدون مغالاة أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين وقبل التكفين يؤتى باللفائف الثلاث وتبخر بالبخور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأوتروا ثم تمد اللفائف بعضها فوق بعض ويجعل بينها أخلاط من طيب كالعنبر والكافور والمسك ونحوه إلا أن يكون الميت محرما فلا يجمر ثوبه بالبخور ولا يمس بالطيب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا بل يكفن المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية وبعد وضع اللفائف يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يُعقد برباط لألا تتفرق وتحل عند الدفن والواجب ستر جميع البدن فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر وهو نبات طيب رائحة لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر يسن في صلاة الجنازة الاستعاذة قبل القراءة والدعاء لنفسه وللمسلمين والإصرار في القراءة وتكثير الصفوف بأن تكون ثلاثة فأكثر وبعد تجهيز الميت بشكل كامل يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا وعند وسط الميت إن كان امرأة ويقف المأمومون خلفه كبقية الصلوات ثم يكبر أربع تكبيرات الأولى للإحرام ويستعيذ ويسمي ولا يقول دعاء الاستفتاح بل يقرأ الفاتحة مباشرة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفة الصلاة عليه في التشهد الأخير ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمين ومن ذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار وإذا كان الميت أنثى أنثى الضمير في الدعاء وإن كان الميت طفلا أو سقطا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم وأخيرا يكبر الرابعة ويسكت بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتين وإذا انتهت الصلاة على الميت فالسنة المبادرة بحمله إلى قبره ويستحب لمن تبع الجنازة المشاركة في حملها ويسن لمن يدخل الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ثم يفك عقدة الكفن ثم تغطى فتحة اللحد بالطين ويسن لمن حضر الدفن أن يملأ كفيه بالتراب ويلقيه على القبر ثلاث مرات ثم يغطى القبر بالتراب ويرفع قدر شبر من الأرض وتوضع عليه الحصى والحجارة ويرش بالماء ولا بأس بوضع صخرة على أحد طرفي القبر أو كليهما لتكون علامة عليه أما أهل الميت فيستحب تعزيتهم لما في ذلك من تطييب نفوسهم وتهوين المصيبة عليهم وحثهم على الصبر وتصح التعزية بكل لفظ يؤدي غرضها كأن يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وتسن زيارة المقابر للرجال بقصد للتعاض والدعاء للأموات لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ومما ورد من الدعاء عند زيارتها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستقيمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ومنه أسأل الله لنا ولكم العافية ويحرم الندب والنياحة وإظهار الجزع والتسخط من قضاء الله وقدره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران كما يحرم شق الثياب ولطم الخدود والصراخ ونتف الشعر أو حلقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية كما يحرم إنارة القبور فعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كما يحرم الجلوس على القبور أو دهانها أو البناء عليها فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ويحرم أيضا التبرك بالقبور والطواف بها ودعاء الموتى فهذا من الشرك إن اعتقد أنها تنفعه أو تضره لأنه لا أحد ينفع أو يضر إلا الله قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون ويحرم الدفن في المساجد أو بناء المساجد على القبور أو الصلاة فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها عند القبر قبل الدفن أو بعده لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تنظف المسجد أنه صلى على قبرها ويستحب أن يعد طعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لما روي أن آل جعفر مات عندهم ميت فقال نبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم ويجوز البكاء على الميت بدون تسخط ولا رفع صوت ولا ندب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون ومن الأمور المنهية عنها خروج النساء مع الجنائز لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما لا يشرع تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ترجمة نانسي قنقر